رياض الصحابة والخلفاء منار منيف لمن عرفا غياث الأنام بهديهم خيار عذول ومشورفا كبدر يضيء غياهبنا وشمس تنير لنا الهدفا فلا عز لا فخر إلا بهم ولا ذكر إلا لهم واكفا أحاطوا الحبيب بأنفسهم فصل الإله على المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من سلسلة إسعاد الحنفاء بسير الخلفاء في هذه الحلقة سنواصل مع أبي بكر الصديق وسنرى مشاركته في جميع الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان مدافعا ومنافحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علي رضي الله عنه عن أشجع الناس من هو أشجع الناس ومن هو أكثر الناس شجاعة بل إن السؤال من علي لمرافقيه أو لجلسائه قال أخبروني من أشجع الناس هل تعرفون من هو الشجاع من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت أنت أشجع طبعا علي معروف بالشجاعة وسنرى مواقفه في الحصص المتعلقة بسيدنا علي لكن قال أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس قال يعني شجاعتي معلومة ولم يغلبني أحد في مبارزاتي وفي جميع الحروب التي خطتها ولكن أخبروني من أشجع الناس قالوا لا نعلم قال أشجع الناس أبو بكر أشجع الناس أبو بكر ثم حكى لهم قصة حضرها وهي في غزوة بدر قال أبو بكر إنه لما كان يوم بدر أبو بكر يعني هو الشجاع إنه كان يوم بدر قال فجعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا أي خيمة صغيرة يعني خلفنا يطلع عليها يطلع من خلالها على الجيش فجعلنا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الكريم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله لألا يهوي إليه أحد من المشركين إن نحتاج بطلا نحتاج شجاعا يكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا نحن مختلطين مع الجيش لابد من بطل شجاع يكون بجانب الحبيب صلى الله عليه وسلم يدافع عنه قال فوالله ما منا أحد إلا وحاول أن يكون صاحب هذا السبق فسبقهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما دنا أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه شاهرا السيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه بمعنى لا يقترب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا هوى إليه أبو بكر بسيفه قال فهو أشجع الناس فهو أشجع الناس قال وإن الملائكة يوم بدر كانوا يشيرون إلى أبو بكر الصديق قالوا إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولأبي بكر مع أحدكما جبريل جبرايل ومع الآخر ميكايل أي مع أبي بكر جبريل ومع علي ميكايل يعاونانهما يعني يشجعانهما على القتال في يوم بدر ولعل من أهم المواقف التي تجعل الإنسان يقف حيران أن عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه الغزوة لم يسلم بعد يعني ما زال ما يدخلش للإسلام لم يدخل بعد إلى الإسلام أين كان عبد الرحمن كان مع المشركين كان في صف في صف المشركين وفي لحظة من لحظات المعركة ظهر له أبو أبو بكر الصديق فاختفى منه إما بشجرة أو بشخص معين خشية أن يلتقي مع أبيه في يوم بدر ولكن بعد أن أكرمه الله بالإسلام قال يا أبتي لقد أهدفتك أو أهدفت لي يوم بدر بمعنى رأيتك هدفا لي يوم بدر فانصرفت عنك بمعنى خشية أن أقتلك وخشية أن أقاتلك فقال له أبو بكر والله لو أهدفت لي لم أنصرف عنك حتى أقتلك وهذا يعني رغم أن أبو بكر معروف برحمته ومعروف بشفقته ومعروف بليونته ولكن حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن الإسلام فإنه لا ينظر إلى أحد ولو كان ولده إذا كان هذا الولد جاء ضد الإسلام وجاء يقاتل ضد الإسلام فإنه ينبغي أن يقتل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وفي غير هذا الموقف فقد كان أبو بكر ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم في سائر الغزوات في غزوة بدر رأينا هذا الموقف وكذلك سنرى في أحد قبل بداية غزوة بدر كان أبو بكر ممن استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس فتكلم أبو بكر ثم قال أشيروا علي أيها الناس ثم فتكلم عمر ثم قال أشيروا علي أيها الناس فتكلم سعد بن معان وتكلم المقداد بن الأسود وهكذا كان من المستشارين قبل بداية المعركة وفي إحدى الجوالات في الطريق يعني إلى بدر التقى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر مع رجل من الأعراب وقد رأينا مثل شبيه هذه القصة في الحلقة الماضية يعني في عدم إفشاء السر فقال لهما من أين أنتما فقال له أبو بكر أخبرنا أنت من أين ونخبرك نحن من أين فأخبرهما الرجل قال أنا من قبيلة كذا وكذا ولدي من الأخبار كذا وكذا فقال أنتما كيف أنتما من أين أنتما فقال أبو بكر نحن من ماء نحن من ماء فظن الرجل أنهم من قبيلة اسمها قبيلة ماء فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف معه أبو بكر وهذا أيضا موقف يدل على الستر وعدم إفشاء السر في غزوة أحد حينما انصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المقربين منه هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم أبو بكر وحذر في غزوات أخرى كغزوة من المصطلق وهي مشهورة بقصتين لهما علاقة بأبي بكر أما القصة الأولى فهي قصة الإفك حيث افترى المنافقون وأفك المشركون وكذبوا على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة حتى برأها الله من فوق سبع سماوات أي أنزل الله عز وجل براءتها من فوق سبع سماوات وقدر الله تعالى أن تكلم في هذا الحديث حتى بعض الصحابة يعني تكلموا فيما نشره المنافقون من الأخبار ومنهم مصطح بن أثاثة وهو قريب جدا من أبي بكر يعني أمه ابنة خالة أبي بكر وكان أبو بكر ينفق على مصطح وعلى ابنها وعلى أمه كان ينفق على مصطح وأمه ولما تكلم مصطح في أمنا عائشة أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح قال والله لا أنفق عليه أبدا ولما نزلت البراءة من الله عز وجل تبرئة أمنا عائشة وتعظيم منزلتها في سورة النور قال الله تعالى مخاطما أبا بكر الصديق وغيره من الصحابة ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي فسمح وصافح وصفح عن مصطح وأرجع إليه النفقة القصة الثانية المتعلقة بغزوة من المصطلق هي قصة التيمم فقدت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها ولما بحثوا عن العقد تأخروا تأخروا عن موعد الصفر يعني كأنهم أرادوا أن ينطلقوا بعد الفجر مباشرة ولكن لما تفقدوا يعني وبحتوا عن عقد عائشة طلعت الشمس وبدأ الحر والنبي صلى الله عليه وسلم نائم ينتظر الصحابة أن يأتوا بعقد أمنا عائشة نائم بجانب أمنا عائشة وقد وضع رأسه على فقد أمنا عائشة فجاء أبو بكر وهو غضبان جاء أبو بكر غضبان ويحدث عائشة ويقول لها تأخرت بالناس أنت السبب أنت السبب في تأخر الناس عن موعد الذهاب والصفر كان المفروض أن ننطلق قبل أن تطلع الشمس وقبل أن تكون الحرارة حتى إنه لما وجد أمنا عائشة وعلى رجلها النبي صلى الله عليه وسلم نائما غمزها بمعنى يعني قرصها فتحركت أمنا عائشة فأفاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ووجد أبو بكر غاضبا على أمنا عائشة لأنها أخرت الناس وأخرت السفر وفي تلك اللحظات نزلت آية التيمم حيث لم يجدوا ماء يتوضعون به فنزلت آية التيمم وتيمم الناس وصلوا أول صلاة بالتيمم وحينما أوقفوا جمل أمنا عائشة وجدوا العقد تحته فكانت الحكمة أن يتأخر الناس وأن ينتهي الماء وأن ينزل التيمم عند ذلك قال سعد بن عبادة رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ يعني بركاتكم على هذه الأمة والآيات التي نزلت بسببكم تخفيفا على هذه الأمة ما هي هذه البركات؟ بأولى بركاتكم وإنما لكم بركات كثيرة ولكم مواقف كثيرة فعلا إن لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مواقف كثيرة دلت على شجاعته ومحبته للحبيب صلى الله عليه وسلم وملازمته للحبيب عليه الصلاة والسلام ووقوفه يعني بجانبه حتى وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام نسأل الله تعالى أن يفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يفقنا لمحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأن يحشرنا معهم آمين والحمد لله رب العالمين رياض الصحابة والخلفاء منار منيف لمن عرفا غياث الأنام بهديهم خيار عذول ومشرفا كبدر يضيء غياهبنا وشمس تنير لنا الهدفا فلا عز لا فخر إلا بهم ولا ذكر إلا لهم واكفا أحاطوا الحبيب بأنفسهم فصل الإله على المصطفى